السلام عليكم ويعطيكم ألف عافية يا رب بإذن الله اليوم رح نحكي عن محاضرة الفيسيولوجي اللي كانت بعنوان electrical properties of the cardiac cells and cardiac cells action potential بعد ما درستنا ال-action potential طبعا ال-skeletal muscle صار دور ندرس عن cardiac muscles طب يا تورة هل ال-action potential بيناتهم هدول الاتنين بيختلف الجواب هو yes وهذا الشي رح نتعرف عليه بإذن الله خلال هاي المحاضرة بهاي المحاضرة طبعا اعتمدت على سلايدات الدكتور اعتمدت على ملخصات انا عملت لكم اياهم يعني ان شاء الله شاملين السلايدات بنسبة 90% واعتمدت على فيديوهات من اليوتيوب زي osmosis اعتمدت على كتاب كابلان كتاب كوستانزو رجعت لهم وكل شي جمعتم مع بعض حتى أفهمكم ووصلكم الصورة بأسهل طريقة بإذن الله فان شاء الله لو طلعتوا فهمين من هاي المحاضرة من هذا الفيديو رح تكون أموركم تمام بهاي المحاضرة وبالنهاية رح نحل مجموعة من الأسئلة من عدة مصادر لحتى تختبروا فهمكم وكمان تعرفوا كيف نمط الأسئلة بيجي على هاي المحاضرة فخليكم معنا وبسم الله نبدأ بالبداية بنحكي عن عضلة القلب زي ما نحنا بنعرف الوظيفة الأساسية لعضلة القلب هي انها تظلها تعمل contraction انقباض وانبساط لحتى تعمل لحتى تضخ الدم لجسمي عن طريق الأورتة والأورتة يروح يوزع على كل الجسم تمام؟ لهيك عملية ال contraction مهمة جدا للقلب ولازم تظلها مستمرة توقف عضلة القلب ممكن يؤدي للموت صح ولا لا؟ 100% طيب على هاي النقطة انه انا بدي اعمل contraction بدي اعمل pumping للبلد شو رح احتاج فيها؟ يا سلام عليكم رح احتاج لaction potential تمام؟ فرح نحتاج لaction potential لحتى تصير في عندي عمليات contraction على القلب ونعمل pumping للبلد فيه معلومة كمان حبة هيك تعرفوها وهي تركيب العضلات القلبية هلأ طبعا الخلايا في العضلات القلبية شكلها مختلف تماما عن بقية الأنسجة فهي عبارة عن خلايا متخصصة فقط في القلب زي ما انتو بشايفين هيك بتكون شكل الخلايا تمام؟ بتكون دخلة في بعضها وبيناتها ما في فعليا فراغات بيناتها في اشي بنحكي عنه gap junction كيف يعني؟ هاي العضلة الاولى تمام؟ ما فيه هنا حاجز بينه بين العضلة التانية او بينه بين الخلية التانية لا رح نلاقي انه فيه فراغ تمام؟ رح يكون فيه فراغ هاد الاشي طبعا شو بيعمل؟ هاد الاشي رح يسهل عندي مرور الايونات وانتشار الاكشن فوتنشل بسرعة تمام؟ اذا نبهبنا بهاي السلايد انه نحن الهارت وضيفته الاساسية يعمليلي contraction لحتى يعمل pumping للبلود شو رح نحتاج لحتى نعمل هاي العملية؟ اكشن فوتنشل اللي هو موضوعنا لهذا اليوم حكينا عن الكارديك مصل تيشو الاشي اللي بتمتاز فيه هو وجود gap junction ما بين كل خلية عضلية مع الخلية العضلية او الخلية القلبية يلي جنبها طيب خلينا نرجع شوي للسكيلة المسل كونتراكشن بتتذكروا ايش حكينا هو الاشي اللي بيعملين لسكيلة المسل كونتراكشن بالضبط حكينا انه النيرفوس سيستم النيرفوس سيستم هو المسؤول على عملية ونقل حتى كمان الامبالسيز تبعات اللي حتى يعملين لسكيلة المسل كونتراكشن ولكن بالقلب عندنا الوضع مختلف ما بيحتاج جميلة النيرفوس سيستم أبدا هو لحاله بيصنع الاخشن پوتنشل وبنشره ما بين خلايا تمام وهاي المعلومة جدا جدا مهمة بدنا نكون عارفين انه سكيلة المسل بتحتاج للنيرفوس سيستم بينما الهارت ما بيحتاج للنيرفوس سيستم طيب رح أعطيكم معلومة هيك بس هي إضافية لإلكم ومفيدة لإلكم النيرفوس سيستم متى بتدخل في عمل القلب بتدخل بموضوع انه يسرع من عمل نبضات القلب أو يقلل من الهارتبيت تمام هيخلوها لإلكم طيب وفيه كما معلومة تانية هلأ زي ما انتو بتعرفوا الناس اللي بيكونوا ميتين دماغيا احنا نقدر نتبرع بالقلب تبعهم صح ولا لا والقلب تبعهم بيظل ينبض والقلب حتى لو أنا أجيد جبت إنسان ونزعت منه قلبه القلب رح ألاقيه بيظل ينبض طيب ليش يا تورا السبب انه القلب لحتى يعمل عمليات ويقوم بوظيفته ما بيعتمد أبدا عن الجسم بس هو لحاله بيعمل الان الكتريكال استيميوليشن تمام لحاله بيعمل جينيريتنج للأكشن بدون يحتاجه لأي حدا تمام مية بالمية هلا بدنا نحكي عن الخلايا في هاي العضلة اللي هي عضلة القلب نوعين يا إما كونتريكتال سلز أو أوتورثميك سلز أوتورثميك سلز الكونتريكتال سلز بنقسمهم إلى قسمين الأرتيريال سلز والفنتريكال سلز تمام وهدول تقريبا بمثل نسبة 99% من القلب 99% من القلب عبارة عن خلايا اللي هو الأذينية والبطينية تمام واحد بالمية عبارة عن خلايا أتوقع هاي أول مرة بحياتكم تسمعوا عنهم اللي اسمهم البيس ميكر هاي عبارة عن بيس ميكر هاي عبارة عن بيس ميكر هادول عبارة عن بيس ميكر هادول موجودين وين في القلب ومثلوا بنسبة واحد بالمية بس إذن there is a small group of myocyte which is called the pacemaker's cell the pacemaker's cells هادول نسبتهم جدا قليلة they are very small حكينا نسبتهم واحد بالمية فقط تمام هلا هادول البيس ميكر كتير مهمين في موضوع إنه الهارت يعمل generating للأكشن بوتنشل الخاص فيه دون الحاجة للنيرف السيستم لهيك هادول البيس ميكر سال اش نحن بنسميهم بنسميهم conductive system of the heart هي المحفزة للقلب لحتى يعمل عملية الـ action potential ومن هنا سنبدأ بتكوين الـ impulses لحتى يصير في عندي action potential وصير في عندي عمليات contraction في القلب بدايتنا ونقطة بدايتنا من وين حتكون يا سلام عليكم من الـ pace pacemaker سال طيب هلا هون في عنا كمان تعريف تاني للـ pacemaker بقول لي انه هما عبارة عن خلايا عضلية معدلين مختلفين شوي عن الخلايا العضلية الطبيعية that lose its ability to be contract ما بصير لهم contraction ابدا ابدا ما بصير لهم contraction انما هما بيؤمروا في موضوع الـ contraction هما بيبلشوا بموضوع الـ action potential ولكن they never contract هاي جدا كمان مهمة they lose the ability to contract كيف تغير اللون المهم they lose their ability to contract وthey become specialized for initiating يعني البدء هما بيبدأوا بموضوع الـ action potential وبتحفيز الـ action potential وليبينشروه لبقية الخلايا القلب تمام هلا من أمثل هدول الـ pacemakers هما الـ S-A node أو من 80 إلى 100 يعني هي المسؤولة عن هذا الموضوع هي المسؤولة عن normal heart rate ماشي هلا هون بيحكي لكم إنه الـ S-A node والـ A-V node produce the slow action potential هلا شو معناتها هاي كمان شوية إن شو الله رح نحكي عنها ولكن هيك بس احفظوها إنه هما الـ S-A node والـ A-V node بيعملولي slow action potential بينما المايوسايت اللي حكينا عنهم مع الـ بيعملولي rapid action potential تمام هدولة مع الـ بيعملولي rapid action potential بينما الـ pacemakers وتحديدا الـ A-V node والـ الـ بيعملولي slow action potential إذا نحن في عنا النوعين من الـ action potential تمام في عنا النوعين من الـ action potential وإن شو الله حنحكي عنهم قبل ما نكمل خلينا نعمل المراجعة سريعة اللي حكينا له هسا حكينا الـ heart contraction to pump the blood بحتاج action potential حكينا هل نحتاج central nervous system لهذا الموضوع لا the heart can generate its own electrical stimulation ممتاز شو أنواع الكارديكسز الموجودة عندي في الجسم contractile و-autorhythmic الـ autorythmic شو منسميهم pacemakers أعطيني اسم تاني لإلهم the conductive system of the heart ومن هنا تبدأ نقطة البداية للموضوع الـ action potential إنهم هدولة they are specialized for initiating the action potential of the heart تمام هل هدولة قادرون إنهم يعملوا لي contraction بصيرهم هدول contraction no they lose their ability to contract ما لهم القدر أبداً إنهم يعملوا لي عملية contraction 100% في normal heart الناس اللي عندهم القلب يشتغل بشكل طبيعي بداية الـ action potential رح تكون من الـ so the sa node is the pacemaker here عند الناس اللي عندهم normal heart طيب رح يجي الـ sa node رح يولد action potential الـ action potential رح يبلش يتوزع arterial muscles وكمان على internoodle fibers من الـ internoodle fibers رح ينتقل للـ av nodes للبركنجي fibers وبعدها للـ ventricular muscles فبهاي الحالة كل هاي المكونات مع بعض هتعمل contraction بنفس الوقت تمام مين بلش الـ sa node تمام تعني يجي ندخيلها على الرسم أكتر هاي ها الـ sa node من هون بلشنا نقطة البداية من هون بلشت الـ action potential بعد ما كونت في الـ sa node جزء منه رح يروح على الـ arterial muscle على الـ arterial muscle وجزء منهم رح يروح على internoodle fibers هدول هم الـ internoodle fibers تمام رح يمر من الـ internoodle fibers ويوصل للـ av node تمام ووصل للـ av node بعدها رح يروح على البركنجي fibers هاي البركنجي fibers ومن البركنجي fibers رح يروح لمنطقة اللي هو الـ ventricular muscles تمام يارب تكون وسط لكم طبعا هاي مش مطلوبة منكم هاي extra من النت بس حلو تفهموا احنا عن شو عم نحكي تمام إذن نبلش من الـ sa node بعديها بينتشر لكل عضلات القلب هاي الطريقة يلا سؤال للكم what is the primary pacemaker of the heart يلا ايش هو الـ primary يا سلام عليكم الـ sa node بصراحة عيب لو انكم الهسة مش عارفين ان هي الـ primary pacemaker of the heart شو بتعمل لنا الـ sa node initiate all heart beat and it control the heart rate هدول كمان extra من النت مش مطلوبة منكم if the sa node is damaged اي واحدة مثلا عند مريض بالقلب عنده مشكلة في هدول الـ sa node شو رح يصير فيه رح يموت لا رح يشتغلوا another conduction system احنا حكينا انه نحنا في عنا لسه AV node فعنا شغلات تانية لسه موجودة من ضمن الـ pacemakers رح يشتغلوا هدول بدل الـ sa node ولكن heart rate تبع هدول الناس رح يقل ما رح يكون طبيعي اوكي ما رح يكون من 80 ل 100 بل ممكن يكون مثلا 40 من 100 40 مثلا 40 per minute 40 نبضة في الدقيقة الوحدة ممكن 20 نبضة في الدقيقة الوحدة عرفتو كيف سبب انه الـ sa node خربانين طيب لاش نحلق في موضوع المحاضر الاساسي شايفين الـ pacemakers كيف بيكونوا في القلب هيك بيكونوا هم تمام بهذا الشكل pacemaker pacemaker فوق بعض حكينا هدول الـ pacemakers ما بصير لهم عملية ايش contraction بينما هم they initiate the action potential وعلى جنبهم في عندنا myo site myo site myo site myo site myo site myo site حتى هون كمان في myo sites تمام اللي بصير من هون بتولد عندي الـ action potential بعدها بيبلش ينتشر لفوق وبينتشر كمان على الجنب هيك منلاقي كل عضلة القلب بنفس الوقت عم تعمل contraction اوكي الاشي بصير جدا سريع so the pacemakers will generate the action potential and then the action potential will spread رح ينتشر عن طريق الـ contractile myo site of the arterium تمام طيب هلا السؤال كيف هدول myo site قدروا يعبروا الـ action potential بهاي السرعة كيف حكيت لكم اول المحاضرة ان المايوسايت بيناتهم في عيني اشي بنحكي عنه gap junction هاي هالخلية الاولى بينه بين الخلية التانية في فتحة تمام في فتحة اسمها gap junction هتاخدوها ان شاء الله بالهستولوجي فهاي gap junction رح تساعد جدا بهذا الموضوع انه ننشر الـ action potential بشكل سريع so we have the gap junction these gap junctions will allow the ions to flow from one cell to another اوكي اذا نفعن الـ gap junction هدول الـ gap junction موجودين ما بين المايوسايت هيسمحوا للأيونات انها تمر من خلية لخلية من خلية لخلية وبالتالي رح تساعد الـ action potential بكل مين بكل الخلية بكل عضلة عضلة القلب تمام وهيك طبعا السيجنالز رح تنتشر رابد لي اوكي اذا نعيد كمان مرة the pacemakers generate the action potential الـ action potential will spread through the contractile myocyte of the arterium كيف رح انتشر عبر المايوسايت عن طريق الـ gap junctions اللي بتساعد في موضوع مرور الأيونات وبهيك نحن مننشر السيجنالز والـ action potential رابد لي بشكل سريع طيب ممتاز خلينا نكمل action potential generation and conduction is essential for all myocyte to act in what in synchrony طب شو يعني يجو هاينا synchrony synchrony يعني بتزامن اوكي ضروري يصير في عندي action potential ضروري يصير في عندي conduction للaction potential ضروري يصير هاضي الaction potential لكل المايوسايت to all the myocyte ليه انو انا بدي كل خلايا عضلة القلب يعملوا مع بعض contraction بتزامن اوكي يكون في عندي تزامن في rhythm تبع القلب وفعلا انت بتشوفوا كيف عضلة القلب كلها مع بعض بتعاون بتعمل contraction بعدها بتنقبض وبتنبسط بنفس الوقت صح ولا لا فموضوع synchrony جدا مهم ضروري التزامن يكون موجود عنا في عضلة القلب 100% عشان نعمل blood flow صح هلا there are two forms of action potential قلتلكم نحنا في عنا نوعين من الخلايا الموجودة في القلب pacemaker cells وفي عنا contractile myocytes صح ولا لا كل واحد منهم إلا action potential خاص فيه تمام طيب ايش هو pacemaker cell action potential هو هيك بيكون تمام كيف أنا بدي أنشر action potential على مدار pacemakers طيب ايش هو الmyocytes أنا لما يصير في عندي هذا pacemaker action potential هيكون هذا عبارة عن stimulation لميا أيو stimulation للcontractile myocyte فبالتالي بتبلش contractile myocyte بنفس الوقت وبشكل سريع جدا عن طريق الجاب junction تبلش تنشر عنا action potential طيب لسه ما فهمنا هلأ بفهمكم إن شاء الله أكتر وأكتر إذن أكمل نوع من أنواع action potential عنا contractile myocyte و pacemaker و pacemaker action potential من أول إشي ال pacemaker ال pacemaker رح يكون stimulation لمين للcontractile myocyte لإنه يصير هلا احنا بناء على ترتيب السلايدات مع الدكتور زهير الدكتور زهير نبلش في contractile myocyte هلا هيك نحنا بالبداية رح نبلش فيه لحتى نوضحه ونشرحه تمام هاي contractile myocyte جبتلكم صورة من السلم membrane تبع contractile myocyte ننتبه هاي contractile وليست pacemaker تمام لما أجي أطلع على السلم membrane رح نلاقي مجموعة من التشانل زي ما أنتو درستو في بداية المادة الفيسيولوجي وكمان في مادة البيولوجي هلا شو هم الريسبترز أو شو هم التشانل زي اللي أنا بهموني أول تهمني هي اسمها L-type calcium channel وضروري نعث أن هي L وليست T لأنه كمان شوي هنحكي عن T-type تمام إذن في عندي L-type calcium channel هاي طبعا شو بتعمل بتمرر عندي الكالسيوم من خارج الخلية إلى داخل الخلية تمام وتأني نوع من أنواع channels اسمها fast potassium channel وثالث نوع هو fast sodium channel تمام هدول هما three channels اللي حنتعامل معهم بهذا النوع من الaction potential الوضع الطبيعي للخلية بيكون أنه بالخارج موجب وبداخل الخلية سالب بالخارج بتتركز عندي أيونات الصوديوم وآيونات الكالسيوم وبالداخل تتركز عندي أيونات البوتاسيوم خلينا نشوف شو اللي رح يصير فعليا عندي بمجرد ما يصير في عندي stimulation من هو stimulation ال pace maker cell action potential ما تنسو بالبداية بدأ أحكي عن phase number four اللي هو resting phase أو جهد الراحة زي ما نحن درسنا في التوجيه جهد الراحة عندي هون is usually negative لأنه بالداخل بيكون عندي إيش كمية الأشياء الموجبة أقل من الخارج لذلك بصف الداخل سالب مقارنة مع الخارج تمام الراحة بيكون تقريبا سالب 90 مليفولت سالب 90 مليفولت ويهف مور صوديوم ومور كالسيوم أوتسايد ومور بوتاسيوم إنسايد زي ما حكينا حصلت على action potential بسبب ال pace maker action potential إجا هاد ال action potential وصل لي لل threshold اللي هو جهد العتبة لو أنتو بتتذكروا تمام شو اللي رح يصير عندي رح أدخل بفايز جديد اسمه depolarization phase أو phase zero phase zero depolarization phase إش رح يصير عندي بسبب وجود stimulation اللي هو pacemaker cells رح يصير في عندي عمليات depolarizing رح تتفتح عننا قنوات رح تتفتح قنوات سوديوم channel شو رح يصير عندي بال fast sodium channel رح يصير في عندي rapid flow لأيونات الصوديوم رح يجي أيونات الصوديوم يدخلوا لجوه يجو يدخلوا لجوه يدخلوا لجوه تمام ويتراكموا في داخل الخلية لغاية ما يوصلوا للميمبراين potential إلى موجب 20 ملي موجب 20 ملي موجب أيوه تمام so when we reach positive 20 ملي vol اش رح يصير بهذه القنوات حيتسكروا وحندخل بفيز جديدة تمام كمان مر اش الفيز zero دي polarization بسبب وجود stimulation وصلني للي ثرشل صارت الميمبراين potential طبعتي positive صارت 20 ملي من اللي خلاها عشرين تفتح قنوات أيونات الصوديوم فتحت قنوات ايونات الصوديوم بلشت الدخل الصوديوم لداخل الخلية داخل الخلية داخل الخلية بلش الموجة بيتراكم في الداخل لحتى ما صار موجة ب20 ميلي فولت واضح ممتاز نكمل لما وصلت موجة ب20 ميلي فولت اتسكرت هاي القنوات ودخلت بفيز جديد بنحكي عنه الانيشيال ري بولريزيشن انتبهوا على الاسماء كتير منيح ورقم الفيز ممكن يجي يسألنا الدكتور انه والله فيز 1 بالميوسيطic action potential شو منسمي initial repolarization انه كمان شوي هنحكي عن another repolarization اسمه late repolarization او rapid repolarization فهون عندي ايش initial repolarization شو رح يصير قنوات الصوديوم رح تتسكر حكينا اوكي هاي اول شغلة تاني شغلة the cell begin to repolarize by opening the potassium channels هاي البوتاسيوم تنزق ايش رح يصير لها رح تتفتح ورح تبلش تطلع لنا بالبوتاسيوم لبرة 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 فهذا بوتاسيوم starts to leave the cell حلو حلو اوكي بعد احنا ندخل على stage تاني اللي هو اللي هي phase number two نفس اللي اشبنا نحفظ الرقم مع اسم الفيز اوكي هلا هاي الفيز بنحكي عنها balance stage ليه لانه بصير تقريبا ما داخل الخلية يساوي ما خارج الخلية فبنوصل لمرحلة استقرار اوكي حتى لما نيجي نشوفي الكيرف رح افرجيكم اياه شوفوا كيف هاي مرحلة تقريبا بتكون استقرار هاي هاك تمام بحكي عنها البلاتو فيز هاي البلاتو فيز ايش بصير فيه لها بصير لها opening لل L type calcium channel تتذكروا هدولة channels رح يعملولي opening وهذا الاشي رح يؤدي لدخول ايونات الكالسيوم للداخل تمام بهاي الحال لما تبلش ايونات الكالسيوم تدخل للداخل وتتراكم رح يتسكر قنوات ايونات البوتاسيوم اذا لهذا مين سكروا عندي قنوات ايونات البوتاسيوم قنوات ايونات الصوديوم هاي هم سكروا ومين شغال عندي ال L type تمام منضلنا بهاي الطريقة لغاية ما يصير في عندي balance بعدها رح ندخل على فيز تانية اللي هي نحكي عنها ال rapid repolarization اللي هي الفيز 3 بالrapid repolarization قنوات ايونات الكالسيوم رح تسكر حكينا من اي طايب من L type طيب والصوديوم قردي هي مسكرة من زمان ايونات البوتاسيوم رح ترجع كمان مرة تفتح ورح يصير في عندي rapid كلمة rapid هون كتير مهمة واساسية رح يصير في عندي rapid potassium exit excitation يعني رح بلش عندي البوتاسيوم يطلع لبر الخلية اوكي وبهاي الحالة رح ننتهي من مرحلة اللي بلتاوي اللي كانت موجودة عندي تمام مما يؤدي توريترن the membrane potential into the rest level اللي هو سالب 90 ميلي فولت اللي اللي انا بلشت انا اطلع البوتاسيوم لبره اطلع لبره اطلع لبره اطلع لبره يموجة اوكي فبهاي الطريقة احنا منرجع استقرار الخلية الى ما كانت عليه واضح هذا الهم الفيزز تابعون ال contractile monocyte ميوسايت اذا كمام مر contractile myocyte اكمن ريسبتر موجود عندي 3 ريسبتر ايش الى الكالسيوم ايش الى الصوديوم ايش الى البوتاسيوم تمام بلشت بسالب 90 بجهد الراحة بلشت افتح قنوات ايش اول قناة فتحناها بسبب وجود stimulation قنوات ايونات الصوديوم صار الصوديوم مدخل لجوه صار عندي الفولتية موجب 20 ملي فولت تمام سكرت هاي القناة بلشت ايش اطلع موجب لبره بلشت اطلع موجب لبره اللي هو اطلع بوتاسيوم اه بوتاسيوم لبره تمام هاي ايش بنحكي عنها initial repolarization بعدها صار في عندي حالة balance تمام بلشت ايونات الكالسيوم كمان يدخل لجوه بشكل طبعا بطيء جدا بشكل بطيء جدا very slow اوكي كل نقول هيك كل شوي دخليلي حبت صوت حبت كالسيوم حبت كالسيوم حبت كالسيوم بشكل جدا بطيء لما اوصل لمرحلة balance high بنوصل لمرحلة بنحكي عنها اللي بلاتاو اللي بلاتاو تمام بعدها ندخل على rapid repolarization حصير في عندي rapid k plus start to exit out of the cell رح تبلش هدول يطلعوا لبرة الخلية فبالتالي انا عم بفقد الموجبية اللي تراكمت في داخل الخلية وبيرجع ال membrane potential الاساسي اللي هو resting membrane potential اللي هو سالب 90 ميلي فولت ننتبه انو ننتبه انو resting level بنسميه phase 4 ننتبه اه مش 0 4 يارب تكون هيك فهمتو هدو ال action potential طبعا اللي بيميز contractile monocyte انو بهدول الفيزات اللي هو 0 1 2 3 4 رح يصير في عندي very rapid action potential بهدف ايش انو نعمل توافق ونعمل هو مزامنة في الوقت تمام ممتاز بدي منكم هلا توقفوا الفيديو ماشي توقفوا الفيديو وتراجعوا من البداية اللي سلايدات اللي درسناهم حكينا عن heart حكينا عن nervous system حكينا عن pacemaker cells حكينا على ال action potential حكينا عن النوعين contractile خلصنا و pacemaker بدي منكم تدرسوا الكلام الموجود هلا عشان بعدها تنطلقوا على تاني نوع من ال action potential هو pacemaker cell action potential بعد ما وقفتوا الفيديو درستوا اللي حكيت لكم عنه وبتمنى جدا تكونوا عملتوا هاد الشي صار دور نحكي عن ال pacemaker action potential بالبداية بدي منكم تعرفوا انو بال pacemaker عدد الفيزز اقل هناك كان عندي خمسة فيزز هون رح يكون عندي only three فيزز لحالهم ال SA نود كما عدد ال action potential اللي بيعملوهم في الدقيقة سبحان الله بيعملوا من 80 ل 100 حتى من 80 لمية action potential في الدقيقة الوحدة بتخيلين سبحان الله that's why the normal heart rate بيكون من 80 ل 100 beats per the minute تمام اذن اكم عدد ال action potential اللي هي منوحهم pacemaker action potential يلي بيصيروا في الدقيقة الوحدة 80 ل 100 من مسؤول من مسؤول عنهم ال SA نود ال SA نود هي الوحيدة اللي بتعمللي لل heart rate من 80 ل 100 ال AV نود بتعمللي من 40 إلى 60 اوكي فال normal heart rate مسؤولة عنه ال SA نود زي ما حكينا خلينا هلأ نحكي على شكل ال cell membrane او شو هم التشانل زي رح ندرسهم بما يخص موضوع ال pacemaker action potential بالبداية في عنا التشانل ما احلاها مضحكة اسمها الفاني تشانل هعسم لكم هيك حدا بعيط فاني تشانل تاني نوع من انواع التشانل كالسيوم تشانل ولكن هالمرة مش L type وبنفس الوقت هنحكي كمان عن L type ورح نحتاج كمان ل potassium channels هنحتاج كمان ل potassium channels هدو هم ال 4 channels اللي هنحتاج بموضوع ال pacemaker action potential اول phase من phase ات ال pacemaker action potential اسمه phase number 4 وهذا phase number 4 اسمه pacemaker potential نفس الاشي ضروري تعرف الاسم وشو رقم phase تمام هلق بالpacemaker potential طب ليش انا سميته pacemaker ليش ما سميته depolarization السبب يا 6 العزيزة انه هاذ الpotential او هاي الخطوة فقط بتصير في pacemaker cell بس بتصير في pacemaker cell لهيك سميت هاي الخطوة pacemaker potential اللي هي phase number 4 من pacemaker action potential طيب شو اللي بيصير بيهاي اللي حكينا عنهم الفاني channels رح يفتحوا عندي شو رح يمرروا رح يمرروا الستات الصوديوم الى داخل الخلية رح تبلش الموجبية تزيد في داخل الخلية بعدها رح تتفتح قنوات اسمها الت type calcium channels طبعا هاي مذكورة بالسلايدات فلازم احنا نتطرق لالها بس الاشي الاساسي اللي بيركزوا عليه بالامتحانات هو الفاني channels ضروري اتركزوا لي هلأ شو رح يصير بالفاني channels على مدار الخطوات اللي حنشرحهم اذا نقرأ اللي سلايدات the pacemaker potential phase number 4 متى ببلش من سالب 65 ميلي volt only in the pacemark makers فقط بصير بها دور الخلايا opening of funny channels الف channels بتفتح مما يؤدي الى السماح ال Na plus لحتى تدخل لداخل الخلية هذا depolarization شو بسميه pacemaker potential وبعدها طبعا متى تفتح عندي قنوات T type لالكالسيوم والكالسيوم يبيدخل لداخل بهاي المرحلة رح يتحول عندي الجهد الفعل من سالب 65 ميلي volt الى سالب 50 ميلي volt لما اوصل سالب 50 ميلي volt رح ادخل على الفيز الثانية الفيز الثانية منسميها الفيز zero والفيز zero هي اللي اسمها depolarization هي اللي اسمها depolarization تمام بهاي depolarization طبعا متى بصير عندي depolarization لما اوصل لما يوصل عندي فرق الجهد لسالب 50 ميلي volt وصلت سالب 50 دخلت بهاي الفيز اللي رح يصير عندي انه رح تفتح قنوات تانية اسمهم L type calcium ion channel شو رح يصير ورح يفتح ورح يدخل كمان calcium لجو تمام so the calcium start to flow into the cells لغايت رح يتراكم عندي الموجب اكتر واكتر واكتر في داخل الخلية لغايت ما اوصل لموجب 10 ميلي volt this happened very fast this happened very fast هاي الخطوة جدا سريعة اللي هو اني احول من سالب 50 لموجب 10 ميلي volt عن طريق مين اللي هي قناة ايون الكالسيوم من نوع L واضح ممتاز اذا خلينا نعيد deep polarization phase zero once the cell membrane reach minus 50 ميلي volt رح تبلش عندي هاي الفيز شو رح يصير فيها opening of L type calcium ion channel الكالسيوم will start to flow into the cell لحتى نوصل لل peak of depolarization ايش هو الpeak هاي هاشوفو هيك يعني peak رح نوصل هون لمرحلة الpeak تمام الvoltage كم رح يوصل رح يوصل لموجب 10 تحول من سالب 50 لموجب 10 وهاي الخطوة بتصير very very fast تمام بعدها لما وصلنا لموجب 10 رح ندخل للخطوة اللي بعدها هي عملية repolarization واللي هي phase 3 لاحظوا بلشنا بphase 4 دخلنا بphase 0 نطينا على phase 3 ما في عندي phase 1 وما في عندي phase 2 طيب اللي بيصير انه انا اول موسطة لموجب 10 ميلي فولت قنوات ايونات الكالسيوم من L type سكرت بتلاحظ انه الفوني تشانيل لساتها شغالة عم بتدخل صوديوم لجوه ولكن ببطء شديد هلأ رحت تفتح عندي قنوات ايونات البوتاسيوم قنوات ايونات البوتاسيوم كثيرة على السلممرين السلممرين مليان قنوات ايونات بوتاسيوم فحألاحظ انه في كمية بوتاسيوم عم تطلع لبره وعم تتعادل مع كمية ايونات الصوديوم في الداخل بشكل جدا سريع oy فبشكل سريع رح يبلشو الصوديوم يطلع وبسبب العدد اللي كبير تبع قنوات ايونات الصوديوم الميبرين بوتينشل حيرجع لموجب لسالب 65 حيرجع للوضع الطبيعي حيرجع لشو للوضع الطبيعي إذن because there are so many K plus ion channels relative to the funny channels مقارنة مع الفاني channel there is a net outward positive current ions are leaving the cell faster في عندي positive ions اللي هما K plus عم بيغادروا الخلي بشكل جدا سريع فبيروح يعودوا كميات ايونات الصوديوم اللي دخلت للداخل لهيك أنا برجع لحالة الاستقرار اللي هي سالب 65 ميلي فولت هل في عندي resting phase ما في عندي بدخل وين على pacemaker potential هلا هدولة خطواتي اللي صاروا بصيروا خلال نبضة واحدة من القلب بهاي طريقة نحنا بنكون عملنا اللي هو pacemaker potential بيكون ننتقل على myocytic potential أو contractile cells وبيكون أعطاني one heart beat one heart beat إذن هون احنا بنكون برابو حققنا أول نبضة من نبضات القلب وهذه العملية طبعا بالدقيقة حتتكرر من 80 ل 100 مرة عند الإنسان الطبيعي اتخيلوا pacemaker potential depolarization potential repolarization potential في كل دقيقة بصير 80 ل 100 مرة سبحان الله إذن لحد الآن فهمنا نحنا كيف بتصير عندي موضوع action potential حكينا في عنا contractile myocytes بتتحفز من مين من pacemaker potential pacemaker potential قبل شويشة رحنا pacemaker potential أبطأ من contractile myocyte تمام هذا أبطأ it is slower than this وبتتكوى من 3 phases phase 4 phase 0 phase 3 هنا في عنا 5 phases 0, 1, 2, 3, 4 ممتاز هون شكلهم على الرسم شوفوا كيف هون بلشت بمين phase number 4 هو الرisting phase بعد الرisting phase بلشت في ايش depolarization وصلت عندي depolarization دخلت في initial repolarization بعدها عملت balance هاي الخطوة ايش سمناها plateau وكتير مهمة هاي الخطوة بعدها دخلت في rapid repolarization وبالنهاية وصلت الاستقرار اللي هو عنا الرisting phase أما بالنسبة لل pacemaker potential فأنا بلشت بال pacemaker potential وصلت لسالب 50 بعدها بلشت أعمل عمليات depolarization أدخل كالسيوم لجوة وصلت للبيك بعد ما وصلت لا البيك ايش عملت؟ عملت عمليات repolarization طلعت بوتاسيوم لغاية ما وصلت لمرحلة الأساسية وشوفوا على السريع كله وراء بعد كله وراء بعد ما في resting phase تمام؟ ممتازك منكون أنهينا يا جماعة الخير موضوع المحاضرة وقفوا الفيديو ودرسوا ال pacemaker action potential عشان نبلش بقراءة السلايدات مع بعض هلا إن شاء الله السلايدات ما رح تغلبنا أبدا طيب هلا أشوفوا بالنسبة للسلايدات رح أخططها معكم وأحدد الأشياء اللي درسناها قبل شوي تمام؟ فالأشياء رح تكون باللون الأصفر رح تكون تخطيط عادي والأشياء باللون البينك أو أي لون تاني بيكون إشي جدا مهم وإشي جدا دقيق تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم في عندكم أي اعتراض على هاي جملة؟ إن شاء الله ما في أي اعتراض هاي جدا مهمة وإنكم تكونوا عارفين إنه الهدف نعمل لكل الهارت كل الهارت مع بعض يعملين لي اكشن بوتنشل بنفس الوقت نكمل حكينا مين بيعملين لهم أساسا هل السي أن اس بتدخل في موضوع الاكشن بوتنشل؟ أبدا هما الحالهم بيعملو أي اعتراض على هاي الجملة؟ إن شاء الله ما في اعتراض بيستمر لفترة مقارنة مع مين؟ مقارنة مع الاسكلة المسل يعني الاسكلة المسل سرعتهم بتكون أسرع من المايوكارديل ماشي؟ يعني كمية الميتر زي اللي بيمشوها خلال بتكون أسرع من المايوكارديل من المايوكارديل بيعملولي مشاكل بيعملوكارديل دون الحاجة سبونتينيوس يعني تلقائي لا إرادي بدون الحاجة لأي مساعد خارجي هاي كمان جدا مهمة هاي كتير مهمة إلا ما الدكتور يجيبها في الامتحان سبونتينيوس هلأ في موضوع من نيجي نحكي عنه اللي هو الفيلاسيتي إيش يعني فيلاسيتي؟ سرعة شو يعني سرعة؟ سرعة يعني كمية الديبولاريزيشن ويف إيش هو الديبولاريزيشن ويف؟ اللي هو هيك انتقال السيالة العصبي نحكي عنه الديبولاريزيشن ويف أكم من ميتر بيقدر هذا الاكشن بوتنشل يمشي خلال ثانية واحدة كمان مرة كم متر بيمشي خلال one second بيحكيلي هون إنه الفيلاسيتي تبعت السكيلتال المسلز والنيربس سيستم بتكون أسرع بكتير من الكارديك مصل هاي أول شغلة لازم نكون عارفينها تاني إشي إيش ميوكارديل ستركتش هاي ادفرنت كوندوكشن سبييد ريليتد تو إيد بربس مثلا البرنكنجي فايبرز سرعتهم بتكون أسرع بكتير من الـ AV نود الـ AV نود بيمشي تقريبا واحد بالمية لخمسة بالمية ميتر في كل ثانية بينما البرنكنجي بيمشي بالثانية الوحدة من تنين لأربعة ميتر فهو أسرع هو أسرع أنتو بتعرفوا أن السرعة بتساوي المسافة على الزمن صح ولا لا فالمسافة اللي بيمشيها الـ AV نود أقل من البركنجي سلز شوفوا بصراحة ما أتوقع كتير دقيق عن موضوع الفيلوستي بس أنتو عرفوها كمعلومات يعني أوكي يلا الـ Conduction Velocity Velocity يعني إيش يعني سرعة تبعت الـ Action Potential in the Cardiac Cells أول إشي هاي مهمة كتير لازم نكون عارفين أنه إه شو مع له آه لازم نكون عارفين أنه It is slower than the nerves, fibers and the skeletal muscle fiber إذن الـ Skeletal muscle أسرع من الـ Cardiac نكمل Action Potential Conductive Velocity in the Arterial and the Ventricular Muscle Fibers is slow من 3 إلى 5 بالعشرة متر per second Compared with the Velocity of the Conduction in the Heart Conductive System بحكي لي أنه البركنجي بتكون أسرع 4 متر per second مين السريع عندي بالقلب البركنجي هاي كمان ننتبه لإله أن البركنجي يعتبر إيش ماله سريع الـ AV node بطيئة الـ Arterial والVenticular Muscle Fibers كمان بطيئة هون بيوضح لكم أنه شوفوا كيف هاي الـ SA node وهاي الـ AV node شايفين موجودين بالصور فريدكم تنتبهوا لهم هاي البركنجي fibers هم عبارة عن fibers ممتدين على طول القلب هلا بنا بنا ندخل على موضوع الـ Action Potential منهم الـ Conductive System الـ SA node والـ AV node يعتبروا Slow Cardic Action Potential هو بيحكي لي عن الخلايا أوكي اللي هما Cardiac Myocytes هاي الفيز الأول من سالب 90 هاي عندي طبعا الـ Resting Phase أوكي ببلش عندي أنه أينات الصوديوم يدخلوا للداخل فبصير عندي Depolarization بوصل للـ Peak بعمل Initial Initial Repolarization بدخل في الـ Plateau Phase بعدها بعمل عملية كمان مرة Repolarization لحتى أوصل للRest Phase هذا كله شرحنا بقولكم هون عن الـ Cardic Action Potential ما بدي أضيع وقت وإحنا نقرؤه Phase 0 Phase 1 Phase 2 Phase 3 and Phase 4 احفظوا لي أسماء كل Phase ورقمهم فيه إشي عنا اسمه The Refractory Period إش يعني Refractory Period إنت لما تكون مشغول بالدراسة بقدر أحكي إنه والله إنت قاعد بـ Refractory Period قاعد عم بتركز على دراستك ما بدك أي حدا يجي يشتتك أو يشغلك نفس الإشي الخلايا Mayocytes Mayocytes بتمر بـ Refractory Period يعني أنا يا Mayocytes لما أكون عم بعمل Action Potential Please ya Stimulations ما تيجوا اتخربوا لي طريقي ما تيجوا اتخربوا لي شغلي بهذا المعنى أوكي فبالتالي The Refractory Period is the period when the nerve is the refractory يعني مشغول to the stimulation مش فاضي لك Stimulation خليني أخلص شغلي بعديها برجع لك أوكي The Nerve from Extremely Rapid Repetitive Stimulation طبعا نربنا سبحانه وتعالى لخلقنا Refractory Period لحتى أنه ما يصير في ضغط كتير كبير على النерв ما يصير في ضغط كتير كبير على الخلايا مما يؤذي لموت الخلايا هلأ هدول Refractory Period بنقسمهم إلى قسمين Absolute أو Effective Refractory Period أو Relative Refractory Period طبعا عن نت اعتبروا Absolute نفسه Effective والRelative اعتبروا إشي تاني Absolute يعني لو شو ما عملت مستحيل أعمل Action Potential لإلك تمام أنا مشغولة بـ Action Potential لو شو ما كان الـ Stimulation طبعك Strong مستحيل أترك Action Potential القديم وأنشغل فيك متى بتكون هاي المدة من بداية الـ Action Potential للأيرلي بداية الـ Repolarization هيشوفوا من الـ هنا Resting Phase أكيد يعني عادي بيكون فاضي بعمل Action Potential من بداية الـ Action Potential لبداية الـ Resting Phase لبداية الـ Repolarization أسفة كمان مرة أعيد لكم من بداية الـ Action Potential لبداية الـ Repolarization هاي المرحلة لو شو ما جبت Stimulation لو شو ما كان قوي الـ Stimulation مستحيل النيرفز ومستحيل الكارديك مصل زيتري كل الـ Action Potential القديم ويروحوا ينشغلوا فيه شو بسميه هذا Absolute Refractory Refractory Period أنا مشغول طيب بعد الـ Early Repolarization ممكن لو كان لو ها لو كان الـ Stimulation كتير قوي أعمل Action Potential لو كان قوي كتير تمام إذن إذن we have the Absolute Refractory Period for most of the duration أغلب الوقت بيكون عندي an Absolute Refractory Period of the Action Potential أغلب الـ Action Potential عبارة عن Absolute Refractory Period The Ventricular Cell Is Completely Refractory To Fire Another Action Potential شو معناتها؟ معناتها الخلايا الميوتكسل مشغولين لحتى ما بيكونوا قادرين هم يعملوا لي Another Action Potential No Matter How the Stimulus is مهما كان قوي مستحيل تترك شغول لها القضي Effective Refractory Period حكين هي نفسها هاضي يعني Means that the Conducted Action Potential Cannot Be Generated I Cannot Generate the Conducted Action Potential لي because there is no enough in word current to conduct the next site ما في فراغ ما في مجال لحتى أعمل عمل عملية Conduction Relative Refractory Period Begins at the end of the Absolute Refractory Period خلصت Absolute Refractory Period ممكن أعمل Relative Refractory Period بشرط يكون عندي Strong Stimulation هلا اللي بيصير في الخلايا العضلية هو مين Effective Refractory Period غالبا تمام هو أكثر أشي مشهور عندنا في الخلايا العضلية إنه من بداية Action Potential لنهايته ماشي لنهايته ممنوع يصير في عندي أي Action Potential يعني بنفس الوقت تبع حدوث Action Potential إلا لما نخلصه يارب تكون وسط الفكرة هو الموضوع جدا سهل يعني والدكتور لو بدي يجيب لكم إياه بجيب لكم هاي الرسمة ممكن يقول لكم إيش هاي إيش هاي أو بجيب لكم التعريف وبيحكي لكم هاي إيش بتمثل Absolute ولا Effective ولا Relative تمام هون بحكي لعن Pacemaker Action Potential إحنا قرد يحكينا عنه بالبداية عندنا اللي هو إيش Pacemaker Potential Depolarization Repolarization تلات خطوات هلأ هون شوي الوضع معجوق لهيك بدنا نقرأ الفقرة ونرجع على الرسمة اللي رسمتها تمام The Pacemaker Potential هو إيش Phase 4 تمام أكتبوها عندكم The First Half هلأ هو بحكي إحنا مقسمين ولا قسمين في عندي First Half وفي عندي Second Half The First Half of the Pacemaker Potential نروح لنروح لنروح على الرسمة بحكي بحكي صار عندي بالأول نص opening للفني تشانل دخلت عندي سوديوم وبالنص الثاني اتفعلت عندي التي تايب كالسيوم تشانل طيب البوتاسيوم مسكرة البوتاسيوم مسكرة حدوث الـ Action Potential طبعا هذا الإشي بيعملي بيوصل للفورتج لسالب 50 مليفورت لما يوصل لسالب 50 مليفورت رح يصير في عندي Action Potential بتكون من Depolarization وRepolarization وهذا Depolarization وRepolarization رح يحفز الميوسايت الميوسايت اللي بتكون على جانب البايس ميكر تمام اوكي once the threshold is reached وصلت عند اللي threshold the rising phase في عنا كمان هون rising phase وفي عندي إيش falling phase طيب the rising phase of the action potential is the result of opening of L type calcium ions نفتح L type calcium ions whereas the falling phase resulting in the opening of the K channels نيجي طبعا هون حكينا عن opening عساس انه Depolarization نفتح قنوات ايونات الكالسيوم بنوع L type وال falling stage اللي هي Repolarization مفتح مين البوتاسيوم طيب هيك الدكتور قصده يعني إذن rising phase مين بفتح فيها L type of the calcium ال falling phase مين بفتح فيها K channels تمام هاي عبارة عن سامري ما في فيها ايش جديد تكرار واعادة للاشياء اللي حكيناها طيب بنسبة لهاي السلايد بحسها مهمة ممكن دكتور يجيب عليها السؤال الاتي انه الاشياء 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 على شو بيعتمد الاشياء الاشياء في الاشياء والاشياء الاشياء او النود بيعتمد دايريكتلي على رقم واحد وجود ايونات الكالسيوم رقم تنين ما يكون في عندي كتير اي بلس اذكركم بس شوي بالرسمة الاساسية ايها اوكي شوفوا انا بدي صوديوم بس ما بدي يتكون عندي كتير صوديوم لجو ليه لحتى ما اوصل او ما اعملي بلط طيب والكالسيوم مهم يكون سريع ويدخل عندي بكميات كبيرة اوكي اذا انا بدي كالسيوم كتير صوديوم ما بدي كتير بدي يدخل ماشي ليه لحتى اعمل الاشياء الاشياء بسو تبع الميوسايت كونسيقونتلي there is no sharp no rapid depolarizing spike before the plateau اوكي ما بدي اوصل لبلتو ما بدي اعمل depolarizing يكون جدا واضح زي ما بصير وين في الارتيريال والفنتيكولر ما بدي اصير انزيل الارتيريال والفنتيكولر فايبر حكي انا في فرق ما بين الارتيريال والفنتيكولر اكشن وتنشل والSA والAV اكشن وتنشل صح ولا لا بحكي انا بعدها انه الري بتنشل ايش الري بتنشل اللي هي خطوة ال ال pacemaker هايها pacemaker بتنشل اللي هي عملية دخول الصوديوم لجوة هاي بحكي عنها ايش الري بتنشل بقول لي انه هاي الري بتنشل فقط فقط موجودة عند الAV اوكي والSA نود فقط only only في الAV والSA نود طيب the latent pacemaker زي درسناهم هي عملية depolarization والhyper polarization بقدر اشوفهم عند الother conduction system انه ازا بتتذكروا ال conduction system او ال pacemaker هما مش بس الSA والAV كان عندي اشياء تانية خليق اذكركم بالرسمة هايها ورحت الرسمة هايها احنا عندنا الSA نود والAV نود وعندنا اشياء تانية هدول الاشياء التانية ما في عندهم pre potential بس في عندهم latent potential طيب لخطوة depolarization والrepolarization ما محكنا محكنا بعدها ان arterial و ventricular muscle fibers ok they don't have also a pre potential مين بس عنده pre potential الSA والAV سلام عليكم هما لحالهم تلقائيا بيعملوا لحالهم action potential هما لحالهم بيعملولي spontaneous action potential فقط طيب they have discharge spontaneously when they are injured or abnormal ملقاها في أمراض معينة وكان ينصابوا فيها الارتير والانفنتيكيلر muscle fibers بتخليهم يعملولي spontaneous action potential طيب هما بيحكي لي عن مين عن صديقتنا وحبيبتنا الGAP junction شو بيقول لي هون انه the spread very rapidly ال spread اللي صار very rapidly صار بسبب وجود من الGAP junction between the cardiac muscle fibers انتو طبعا هاي الأشياء اللي سما درستوها أتوقع بالهيستولوجي بس حتدرسوا عنها بالتفاصيل أكتر حتدرسوا تركيبة العضلة الهيكلية تركيبة العضلة القلبية والعضلة الملسا the gap junctions are permeable يعني بنفذوا free movement of the ions بسمحوا للأيونات بالمرور عبرها so the action potential will spread rapidly from one muscle to another كله حكينا the cardiac muscle is sensitive يعني يعني بعمل generation لا الaction potential by itself طيب مصطلح جديد هاد of many heart muscle cells in which the cardiac cells are so interconnected that when one cell become excited بس خلية واحدة صارت عمل لها activation وصارها action potential the action potential will rapidly spread to all of them ما في كلام جديد the rapid transmission occurs via the intercalated desks ايش هما الانتركated desks هدول ناسهم ال gap junction فيه بينات هدول اسمهم انتركated desks انتركated desks هادا المكان بصير فيه تبادل او انتقال للأيونات والaction potential شو اسموه كمان انتركated desks which are actually cell membranes that separate individual والcardic muscle from one انه من واحدة للتانية يعني باختصار انه انا الارتيريال muscles بتحفز عندي ايش الارتيريال الارتيريال هو الارتيريال هو الاذينين تمام والventicular هم البطينين بحفزولي الوالت تبع البطينين الي تحت هاي الارتيريال خلاص عمل عليها اكس كله حكينا طيب بس هيك مكن خلصنا المحاضرة بدي منكم هلأ تدرس المحاضرة او تدرس السلايدات بعد ما درسناها من السلايدات اللي ابل ادرس على ترتيب دكتور زهير صرت اتوقع فهمين كل اشي هلأ اجهزولي حالكم للدراسة عشان هلا رح احط لكم كوز اوكي بهذا الفيديو بدي منكم اتجابوني على هذا الكوز تحت بالكومنتات بيعطيكم الف عافة يا رب بتمنى تعطوني يفيد باك على الشرح حول بصراحة بقدر الامكان اسهل وابسط وارتبلكم المعلومات يا رب يكون شرح مفيد وما تنسونا من دعواتكم موفاين يا رب اشتركوا في القناة